ومع تصاعد حدة تظاهرات المنددة بسوء الخدمات وامتدادها إلى عدد من المحافظات الجنوبية أكد مواطنون من مختلف المحافظات تردي خدمة شبكة الإنترنت منذ ليلة أمس بشكل مفاجئ وانقطاعها في أحيان كثيرة عزين ذلك إلى محاولة الحكومة التعتيم على حركة الاحتجاجات الغاضبة بالفعل حيث أكد المواطنون أنه بات من الصعب إرسال صور أو فيديوهات عبر الشبكة لليوم الثاني على التوالي فيما لم توضح وزارة الاتصالات سبب التردي المفاجئ في خدمة الإنترنت هذا وترجع الوزارة إلى قطع خدمة الإنترنت مدة ساعتين صباحا خلال فترة امتحانات السادس الإعدادي إلا أن اليوم لم يشهد وجود أي امتحان